اندمت حاملة الطائرات البريطانية الأكبر والأطخم والتي تحمل اسم الملكة إليزابيث إلى مهمة قتال تنظيم داعش في العراق وقال العميد البحري ستيب مورهاوس من علامة السفينة التي يبلغ وزنها 65 ألف طن في أول انتشار لها على الأطلاق أن المملكة المتحدة تنفذ معظم المهام للقضاء على فلول داعش في العراق كما أن بلاده تتولى نصيب الأسد من العملية ترجمة نانسي قنقر